دعاء عظيم الشأ وسريع الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحي ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكوف فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبال من اليسير من طاعتك يا عدتي دون العداد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسناد ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصماد لم يلد ولا ميولاد ولم يكون له كفوان أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضى والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلن يخرج منك إلا إليك صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجان ومخرجان وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حسام في جاه محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم اسأل حاجتك تجاب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحي ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكوف فاغفر لي ما بينهما يا آمان إليه مفر آمني مما فزعت منه إليك اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك وقبل من اليسير من طاعتك يا عدتي دون العداد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسناد ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصماد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوان أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضى والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلا يخرج منك إلا إليك صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجان ومخرجان وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حسام في جاه محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم اسأل حاجتك تجاب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكوف فاغفر لي ما بينهما يا أمان إليه مفر آمني مما فزعت منه إليك اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك وقبل من اليسير من طاعتك يا عدتي دون العداد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسناد ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصماد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوان أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلن يخرج منك إلا إليك صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجان ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حسام في جاه محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم اسأل حاجتك تجاب إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر